مرحبا بكم متتبعي الاعزاء اليوم ان شاء الله سنحضر معكم واحد حلية ولا واحد الحالة ولا واحد ديسير لي كي يجي رائع ولديد وبلا فران بلا بيض كنتمنى كاملين تتابعوا معي المرحل وطريقة ديال التحضير ولكنت اول مرة كتشاهدوا القناة اشتركوا في القناة ديال وفعلوا زر الجرس اول حاجة غدي نحتاجوا بيسكوي البيسكوي غدي نختاروا اي نوع كان عندكم ممكن تختاروا ارخص نوع غدي تجيكم مازوين من بعد غدي نحتاجوا شي حاجة من المكسارات بحالة كوكاو واللوز القرقع على حسب اللي متوفر عندكم الناس خدمت الكوكاو من بعد غدي ناخدوا هدك البيسكوي غدي نطحنوهم زيان ماشي حتى غدي يولينا بحالة تخيق الفورس غدي نخليوا شوية يكونوا مرمل غدي نحتاجوا التاوة كوكاو غدي نديروا شوية مرمل غدي نطحنوا المكوينة ديالنا غدي نخلطوهم مع بعضياتهم من بعد غدي نزيدو علوم محدوج مع القديل الكوك صدقون هاد تحلية كدجي رائعة ممكن ايضا نبدله مكوين من هاد المكوينة بالمكوين اللي كنفضله هلا المكوين اللي كيعجبناه انا كنا نوريكم بطريقة باش حضرتو كيجي رائع جداً من بعد غدي نخلطو دوك المكوينة ديك الكوكاو مع الكوك ها البيسكوين اللي تحلنا من قبل كيف ما اكتلكم غدي نطحنوهم يكونوا مرملين لان هاد الحليبو كتسمى بحلوات الريمال من بعد غدي نخلطوهم غدي نخلوهم على جنب وهنايا غدي ناخدوا واحد القميلة غدي نديرو فيها ثلاثة الكيسان ديالا الحليب غدي ناخدوا تقريباً بحلق اسلعنبه من بعد مضفنا الحليب غدي نضيفوا عليهم اربعات المعالق بار ديالا سكر سنيدة ممكن نزودوا الكيمياء ديالسكر ولا نقصوها على حسب الرغبة ولكن انا ما كان بغيش الحلوة بزاف هاد الكيمياء كانت مناسبة عدنا اربعات المعالق ديالا السكر غدي نزيدوا واحد الملعقة ديال الفاني ممكن ايضا نسخدموا الفانيلا السائلة غدي نديرو جوج مع القبار اللي غدي يكونوا عامرين ديالا دقيق الفورس ولا دقيق الانشاء على حسب اللي متوفر عندكم انا هني سخدمت غير دقيق العادي ديال الفورس من بعد غدي نخلطوا المكونات ديالنا حتى غدي ندمجوا بزيان مع بعضياتهم حتى ما غدي شيب قولينا دكا تكتولاس ديال التاقيق مع الحليب من بعد غنضيفوا القيمياء ديالنا فوق الفورن وغدي نخليوا على نار مهيلة غدي نبقوك نقلبوا المكونات حتى غادي تجمد لنا شوية الكريمة كيف مكيبه لكم على هاد الشكل من بعد ما كنحسب ديال فوق عدده قوي يطلعوا من الجناب غدي نطفوه النار وغدي نزيدوا واحد الملعقة كبيرة ديال الزبدة اللي غدي تكون عامره غدي نخلطوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم حتى غدي تدوب مزيان ديالك الزبدة من اللي كان حطو الكريمة على النار كان بقوك ما كان تفوتوش عليها كان بقوك نحركوها من بعد غدي نخليوا الكريمة ديالنا تتبرد وغدي ندوزوبش نحضرو كريم شونتي هنا عندي تقريبان نصف لتر ديال كريم شونتي غدي نوضعها في واحد البول ديال الساج وغدي نبقوك نتربو الكريمة ديالنا بطريقة العادية من طبعة الحال ضروري تكون الكريمة ديال لكم بردة هكذا باش غدي تعطيكم نتيجة مزيانة كتطلع اليكم من بعد ما بردت مزيان الكريمة ديالي يعني ما خصاش تكون دافية خصاش تكون بردة مزيان غدي ناخد واحد الكيمية غدي نضيفوها على كريم شونتي وكنتربوهم مع بعضياتهم كيفما كيباليكم هدا هو الشكل ديال هاد الكريمة كتجي لديدة بزاف وكو ممكن نديروها فطورة ديالنا ديال الكريم وكتجي رائعة جدا من بعد ما وجدنا الكريمة ديالنا غدي نديروها فوحد الجيب غدي ناخد واحد المول ديال زيش فاش غدي نقدمو التورتة ديالنا غدي نديرو في ذكاء القاعد ديالو اول حاجة غدي سبقوها هي الكريمة غدي نديرو حطبقة ديال الكريمة كيفما كتلكم هاد التحلية كتجي رائعة وكتحضر واحد السرعة اللي خبيرة من بعد ما مضرنا ديال الكريمة غدي نحاول نسرحوها شوية باش تجينا طبقة واحدة من بعد ما سرحنا الكريمة ديالنا ديال غدي نحاولو نديرو دا كالخالد ديال البيسكوي والكوكو و...و...و...الكوك غدي نديرو طبقة من الفوق وغدي نستمرو بنفس طريقة كنديرو طبقة ديال الكريمة طبقة ديال البيسكوي حتى غادي نكملو قاع الكمية اللي عندنا غادي نحاولو نغطيو حتى الجوانب باش يبانوننا الطبقات كيف مكتلكم غادي نسمرو بنفس الطريقة طبقة ديال الكريمة بابقة ديال البيسكويت حتى كندير واحدة اربعة طبقات ولا خمسة على حساب الرغبة ديالكم من بعد غادي نسرحو الكريمة في الطبقة الأخيرة وغادي نحاولو ندردو عليها واحد شوية ديال شوكولات بودرة ولا بودرة الكاكاو حتى غادي نغطيو قاعدك الكريمة ديالنا كيف مكتلكم طريقة مبسطة الساهلة وقد تحضر بحت السرعة الكبيرة من بعد ما وجدنا الحلوة ديالنا كيف مكتلكم هذا والشكل ديالها كاتجي حلوة ساهلة لديدة وفي نفس الوقت بابسط المكونات كنتمنا تكون عجباتكم الفكرة ديال اليوم أنا ان شاء الله غادي نحلها معاكم من الداخل بشوفوها وهدو الطبقات اللي وجدنا كيف مكتلكم طبقة ديال الكريمة طبقة ديال البيسكوي حتى الاخير كنديرو بودرة الكاكاو ولا شوكولات بودرة حتى البيسكوي شكرا شكرا